السلام عليكم ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه ازايكم يا يا بنتات ويا ماميهات النهاردة كنت في جولة كده في سوق الثلاث فقلت اقول لكم على الاسعار حاجة يعني توحفى مفيش استغلال خالص اي نعم هو سوق شعبي جدا 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 فهو ما تتخيلوا بس هتلاقي في كل حاجة كل حاجة بص فيه الملايات اللي هي الارجانزا دي اللي فوجي المتر منها بخمسة وعشرين جنيه اللي هي اصائصي لو انت مسلا عايزة تعملي ملاية وملاية لان مش هتلاقي ملايتين الشكل بعض يعني هتعملي مسلا ملاية اولادي وملاية بناتي المتر بعمل خمسة وشر جنيه ممكن انتفاصل الجبيب اتناشر يعني في سوق الثلاث يعني لازم انتفاصلي واللي هي الملايات اللي هي المشجرة دي اللي هي الاطفالي دي كانت عاملة حوالي سبعتاشر جنيه دي سري دي اطفالي يعني وفي هنا القماش اللي هو بتاع الستاير ده اللي هو التقيل ده حلو جدا جدا عامل حوالي خمسة وعشرين جنيه او عشرين هو حسب ان هو يكون مسلا مش عارفة بيقوله متر العرض عرضين او حاجة زي كده طبعا اه طبعا قنا احنا جايين بقى نشوف ا آآ آآ ترنجات لاولادي وكده فما قدتش حاجه الصراحة تعجبني قوي قوي يعني وما قدتش مقاسة زياد لاني مش اء الله مقاس زياد كبير كمل في انا جبت باس ترنج الميرضي واجبتado لقصدي كبير نحوالين لليوني لقصدي التلات بجد ومعرفوش او مش مرحوش قبل كده يروح يعني بص انا كنت كده بشوف الترنجات القطيفة حلوة جدا جدا الترنج القطيفة بصي التحفة بيلبس من خمس سنين لعشر سنين عامل ستين جنيه تحفة بجد يعني يستاهل ان انت تنزلي سوء التلات وتتعبي وتجيبي كل الناس عارف يعني اسوء التلات والشربات هنا التلاتة بعشرة اا لو انت بقى ايه اا ما تعرفش يعني وهنا بصي الستاير حلوة جدا جدا اا انا هقولك طبعا العنوان بتاع السوق لو انت بعيد يعني عن فصل وسوق الكفر اا هقولك العنوان بالزبط اخر الفيديو في حاجات اللي هي التركي هي السلات التركي والسلة اللي هي بالغطة السلة اللي بالغطة دي بعشرة جنيه والسلة اللي هي العادية دي بسبعة جنيه ونص اللي هي صلي البسكت يعني بتاع زبالة بتاع قودة الاطفال بعشرة وهنا الطبق الكبير اللي هو مصفة الفاكهة دي كان عامل سبعة جنيه ونص بس يا قوشة ايه ده حبيبي وهنا بقى فيه الشامبوهات دي بس انا مش معرفش ما ما جبتهاش قبل كده بيرضوا بيبعوها اسعارها حلوة بس بأمانة ما جربتهاش اا يعني في حاجات كتير تحفة لو انت مسلا بتجهز نفسك لو انت بتجهز نفسك او كده في حاجات حلوة هنا ده الصيني ده ده صيني اا اللي هو استراد حلو جدا الطبق منه بيعمل سبعة جنيه ونص بس طبق طبق يعني ممكن تعملي مسلا طقم صغير كده ودي بقى الفنانجيل دي برضو كل حاجة على الارض يعني هو سوق انا قلتلكو قبل اي كلام هو سوق شعبي جدا 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 اا المج هنا بقى بيبقى بخمسة جنيه وبتدوري انتش بقى على اللي فيه شرخ بالدورة على اللي فيه اي حاجة متشتريهاش هنا بقى دي اطباق وصواني الاموتال بجد ده من انضف الاماكن اللي ممكن تجيبي منها الاطباق والصواني الاموتال حلوة جدا واسعاره حلوة جدا وكل حاجة لها سعرها هنا بقى انا بشوف الحاجات اللي هي الترك اللي هي بقى حاجات المطبخ الرفاية عجيب حاجات حلوة جدا جدا اا في بقى يعني جميع الاشكال وجميع الالوان وممكن تجيبي بقى ايه بصوا يعني اه كل حاجة موجودة وفيه حاجات توركي بقى ورخصة وعلى القد وفيه اللي حاجات بتاعت الكبكيك وفيه كل حاجة وكل حاجة اصراحة يعني الراجل ده كان بيبيع كل حاجة بقى عشرة جنيه كل حاجة بسبعة ونص حسب الحاجة اللي انت بجيب يعني الحاجة بتغلاش اكتر من كده تمام يعني انا عجبني الصراحة فيه سجاد وفيه ستاير وفيه قماش ميلايات انا بفضل تملي ان انا جيب قماش الميلايات واروح بعتقال اختي محمد بتعملهولي على المكنة جميل جدا 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 احسن منزل اشتري الطاقم ب300 و400 وفيه تقومة بتوصل ل500 لانت ممكن تنزلك جيبي قماش سري دي كمان المتر بتاعه يوم ما يضربه الدمه ويبقى غالي قوي قوي ثلاثين بخمسة وتلاتين هتعملي ملايه مش هتكلفك مية وحاجه بس هتبقى ملايه على زوءك وهتعماليها بنفس المازمش هتجيبي بعنا الملايه وتفضلي تشجي كده على المرتبة عشان تيجي كبيرة لقتها صغيرة لقى الا اه مثلا الكيس دي الكيس واسع انتك بيت يعني انا اختيه ما شاء الله عليها بتيجي البيت عندي تقسلي المخدة بتقسلي المرتبة وبتشوف الزيادات اللي هتخش تحت المرتبة عشان طبعا الأولاد أما بيطلعوا ينزلوا على السريب بتنزل وبتشوف المسات وبتعملها اللي بالزبط فأنا بنصحكم فيه سجاد حلو جدا سجاد توركي فيه فازات ورد فيه أنتكات يعني بصوا سوق كامل متكامل مظلوم فيه ناس كتير ما تعرفوش وفيه ناس كتير جدا 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 تعرفو سوق الثلاث يا جماعة ده يا حباب اللي في سوق القفر سوق الثلاث ده كل يوم ثلاث في سوق القفر بتلاقيه حاجة كده اللهم بارك اللهم بارك هيعجبك جدا شوفي بقى فيه كل حاجة يبصي ما شاء الله عزوه والرقية اللي فيه فيه كمان هدوم حلوة جدا هدوم خروج للبنان بتوع الجامعات وكده بس بقى ما انت لا ولا سنية بقى ولا الكلام ده الحاجات اللي هي العادية خالص يعني شانطة زي اللي أنا كنت مسكها دي عاملة خمسة وعشرين جنيه البوكات اللي قدامك دي الوقت عامل عشرين جنيه دوري بقى براحتك ونقي واختاري هدايا عيد الأم هدايا لسلفتك هدايا لحماتك هدايا لنفسك كافئي نفسك أنا على طول من ناس الطمعين والله اللهم لا طمع والله العظيم أنا بحب أبسط نفسي مش هستنى حد يبسطني مش هستنى من حد ان هو يهديني لا أنا بحب برخم على نفسي أنزل الشري طلبات البيت يعجبني بوكي يعجبني قميس يعجبني هدوم داخلية يعجبني أي حاجة بجيب لنفسي مش هيبسط نفسك غير نفسي فاهماني أنش دلوقتي بقى السجاد يا حبيبي أسعاره جميلة طبعا السجاد وقماشي الستاير قماشي الستاير بيبدأ من عشرة جنيه القماشي اللبيد السادة وانش طلع 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 غاية الأورجانز عامل 40 جنيه بس حاجة يعني أنضف قماشي الستاير عامل 40 جنيه 30 جنيه بقولك بأمانت اللي هتجيبي هتدواري هتروحي هتيجي لو بتجهز نفسك أو بنت على قدك طبعا إحنا كلنا الحمد لله إحنا على قدنا إحنا ولا أغنية ولا أقولك إحنا من الطبقة العالية إحنا كلنا على اللقي ده فأنت هتنزلي هتجهز نفسك أحسن ما هتروحي سنتر شاهين أو رانين سعب تبعمل عروض الصراحة بأمانت اللي كويسة لكن فرانين مفيش مفيش إن انت هتفاصلي وتقولي لأ أبو سبع أنا هاخده بخمسة والكلام ده لا مفيش الكلام ده فرانين اللي هو بسبعة بيبقى بسبعة فلكن في سوق الثلاث بأمانت الليب بتمسك البايع بتروحي شاطفة وغسلة ثلاثة أربع مرات على إيجك عشان خاطر تأخذ الحاجة زي ما انتش عايزة ومثلا مثلا الطبقة ده بسبعة جنو ونص انتش عايزة مثلا تجيب اتنين تقولوا له أنا هاخد مثلا الاتنين بعشرة كده بتعودت فاصلي مثلا الحجم عشرة لأ أنا هاخد الاتنين بخمستاشرة كده يعني انتش بتحاول تمشي حالك عشان خاطر تعرفي الرفايع دي كلها حبابي أنا بتكلم للبنات اللي بتجاهز نفسها بجد بأمانت الله يعني أنا كنت في يوم من الأيام يعني لحد ما كنت عروسة وبجاهز فأنا عارفة ان الرفايع دي بتصرف جامل 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 طبعا ما كنتش عروسة من قريب ولا حاجة أنا مامي ومعايا أربع أولاد ومتجوزة بقلبت عشر سنين فأنا بقول بس الحبايب قلب إخواتي الصغيرين بجد يا حبيبت قلبي لا يكلف الله نفسه إلا وسعى ما تكلفيش أهلك يعني إيه مش كل شوية لأنا عايزة دي وعايزة دي وعايزة جيب حاجات من محل مش عارفة إيه وصاحبتك تقولك تعالين جيب مش عارفة من سنتر إيه صدقيني بجد كلها شكليات هي هي نفس الحاجة هي هي نفس الجودة بس الفرق إن ده بايع على الله قاعد على الرصيف وده باشا فاتح في سنتر غالي بيدفع إيجار وبيدفع نور وبيدفع طبعا إن السنتر ده طبعا ليه اسمه وبيجي عليه ناس كتير وفاكرين إن الحاجة هناك سينية وفارز أول والكلام ده لأ بأمانت الله إنتوا شايفين الحاجة قدام عينيكو وغير كده والله الكاميرا ظلمة الحاجة دي أنا مش بعمل ده عالي سوء الثلاث ولا نعرف حد أصلا في سوء الثلاث من البيعين بالعكس أنا كل ما بنزل سوء الثلاث بعمل خناء مع البيعين وبعمشي بكده أنا بنزل فاصل وعمل والصراحة بأمانت الله محدش بيأثر يعني هو سوء الثلاث كله معروف بالفصول إن شخص ده سوء الثلاث نزلت فاصلي بتخلي بالك طبعا من نفسك وطبعا ويفضل إن انت ما تبقيش واخد أولادي كنت رايحة سوء الثلاث عشان ما يتبهدلوش في الزحمة ويتبهدلو معاك وكده لا حرام انت لو رايحة سوء الثلاث ما تخليش أولادك معاك عشان ما يتبهدلوش معاك بس يا حبيت قلبي دي كانت الفكرة ويارب يكون الفيديو عجبكو ويارب يكون خفيفة على قلبكم ولو عجبت بقى الفيديو بتاعي ياريت تدعميني بلايك ولو انت أول مرة تشرفيني يلا عملي شير وعرف أصحابك على القناة بتاعتي وإن شاء الله هقدم حاجاتك كتيرة وبإذن الله قريب جدا هزهر على القناة وهنعمل تحديات وهنعمل خروجات مع بعض نعم أنا ما بخرجش كتير بس هنعمل خروجات مع بعض أول مخرج هاخبتكم معيها على طول بس يا رب كنت خفيفة على قلبكم جدا جدا بجد أنا ببقى مفسوطة وانا منزلها لكم حاجة تشوفوها عن تجربة انا ما اعتبركم زي اخواتي واي حاجة بجيبها اي حاجة بعملها بنزلها لكم وانتظروا بقى ان شاء الله الفيديو الجاي هنزل طبعا شوية المشتريات البسيطة جدا اللي أنا اشتريتها من سوء 3 هورها لكم جبت لعب أطفال لأولادي